بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة مليتري إنسكوب ونبدأ بأول خبر معنا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وقامت روسيا بتوجيه ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في العاصمة كيف كما دعا الرئيس بوتين الجيش الأوكراني بوضع السلاح أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أعدادا كبيرة من أفراد الجيش الأوكراني تركوا مواقعهم وأسلحتهم خلفهم وذلك وفقا لبيانات استخباراتية كما حذر بوتين في حال التدخل الأجنبي لمنع روسيا من التقدم في أوكرانيا فإن روسيا سترد على الفور على هذا التدخل الأجنبي كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية تم تعطيلها بأسلحة عالية الدقة ثاني خبر معنا وهو خاص بالجزائر حيث قام الرئيس تابون بإشهار سيفه لأعداء الخليج حيث قال أن الجزائر لن تقبل المساس بأمن دول الخليج وأن ما يمس هذه البلدان العربية يمس بلاده وقال تابون على رغم من البعد الجغرافي فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما يمس الجزائر فلن نقبل بذلك أبدا عزيز المشاهد هذا أقوى رد على من يشكك في موقف الجزائر تجاه دول الخليج اللهم واحد صفوف العرب والمسلمين